السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الرابع العلمي رح نبدأ بالفصل الأول أولا المنطق الرياضي المنطق الرياضي اللي هي العبارة المنطقية حنبدأ إن شاء الله بمنهج الرابع العلمي هنا عدنا العبارة المنطقية إحنا درسنا بالصف الثالث متوسط موضوع المنطق الرياضي وقسمنا إلى جملة لا تحمل إلينا خبر معين وجملة تحمل إلينا خبر جملة خبرية فهذه العبارات هذه نفي العبارة نفي B وهنا B فالنفي B فالس هنا true وترو فالس زي نجي على صفحة 6 صفحة 6 هذا الجدول الصواب أداة الرابط و وأو أداة الرابط هذه الأداة أسميها و وهنا أداة أسميها أو فهذا حفظ يحفظها الطالب زي ناخذ المثال الأول المثال الأول يقول إذا كان قيم الصواب للعبارات الأتي أولا إذا كان جذر ثلاثة أصغر من جذر الثنين فإن الار لا ينتمي إلى سالم جذر الثنين راح نحل بالورقة يلا ماما مثال الأول مثال الأول أولا يقول إذا كان جذر الثلاثة أصغر جذر الثنين أصغر من جذر الثلاثة فإن R لا ينتمي أو جذر الثنين سالم الثنين ما ينتمي إلى R هاي تكون صائبة صائبة ليش لأن المقدمة صائبة والتالية صائبة شراحة صائبة بصائبة الصير صائبة لأن المقدمة صائبة والتالية صائبة شراحة صير صائبة هاي أولا زي هس نجي على اليمن على ثانيا نقطة ثانية من المثال الأول يقول إذا كان جذر إذا كان نقول سبعة زائد خمسة يساوث نعش فإن ستة زائد ثانيا يساوث سبعة يقول لك إذا كان سبعة زائد خمسة يساوث نعش وستة زائد ثانيا سبعة زين هاي شو يصير هاي أسميها عبارة خاطئ خاطئ ليش خاطئ ليش خاطئ أقول لأن المقدمة صائبة لأن المقدمة صائبة أقول لها خاطئة لأن المقدمة صائبة والتالية خاطئ لأن المقدمة صائبة والتالية خاطئة إذن راش راح أصير خاطئ زين هس ثالثا إذا كان إذا كان همات نقول سبعة زائد خمسة يساوي نعش فإن ستة زائد ثنين يساوي ثمانية زين احنا زين احنا بالنقطة الثانية يقول لك إذا كان سبعة زائد خمسة اثنعش أو سبعة أو ستة زائد ثنين سبعة قلنا خاطئ لأن المقدمة صائبة والتالية خاطئ هس هذا شي يقول إذا كان سبعة زائد خمسة دعش فإن ستة زائد ثنين ثمانية شاكل علي أقول علي صائبة ليش لأن المقدمة خاطئ هذه المقدمة خاطئ والتالية صائبة والتالية صائبة تمام تمام زائد هس رابعا يقول إذا كان إذا كان صفر يساوي واحد فإن جذر ثلاثة عدد نسبي زائد لحظة هس إحنا ماذا راح أسوي يقول لك إذا كان صفر يساوي واحد شاقول وجذر ثلاثة عدد نسبي أقول لها صائبة لأن المقدمة خاطئ والتالية خاطئ صائبة لأن المقدمة خاطئ والتالية خاطئ زي هذا حل المثال الأول زين هس 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 لهنا طبعا حتى ما يصير الفيديو طويل لهنا وتخلص محاضرات شهر الـ نسبي ترجمة نانسي قنقر